ولازلنا في عام 1917 العام ده شاهد دخول ألعاب جديدة للنادي جنب التنس والجنباز ورفع الأسقال والبلياردو وألعاب القوى فدخلت لعبة الرجبي عارفين الرجبي؟ دي لعبة نشأت في إنجلترا في القرن التسعة عشر ولسه موجودة لغاد دلوقتي لكنها مش منتشر في الوقت ده كان بيلعبها جنود الجيش الإنجليزي في معسكراتهم ونقلوها لنادي الخديو الرياضي اللي هو نادي الجزيرة دلوقتي اللي أنشئ في ديسمبر عام 1882 زي ما قولنا قبل كده لممارسة ضباط الجيش الإنجليزي للرياضة اللعبة دي شافها الأعضاء فطلبوا ضمها للألعاب في الأهل ومع الرجبي أضيفت لعبة الكريكيت ولعبة الكروكي الألعاب دي كلها أصلها إنجليزي ودخلت مصر مع احتلال الإنجليز لمصر سنة 1882 لكن الألعاب دي ما استمرتش كتير ما جذبتش الأعضاء فتراجعت لحد ما ألغيت في العشرينات كمان عام 1917 دخل تينس الطاولة والسكواش اللعبتين دول الأعضاء أقبلوا عليهم لكن حصل تراجع في شعبيتهم بالنادي لفترة كده في العشرينات لكن بعدها رجع الأعضاء يمارسوها والغاية دلوقتي لسه اللعبتين دول موجودين وبالمناسبة أبناء الأهل بيحققوا فيهم بطولات محلية وعالمية ترجمة نانسي قنقر